موسيقى الله معكم وقفة رجا هي وقفة خلال فترة الصوم نعيشها مع بعضنا تحت لنفكر بحياتنا تحت لنكون مع بعضنا عم نتقرب أكتر وأكتر من يسوع يلي هو أساس حياتنا اليوم نبلش بتانين الرماد التانين الرماد هو أول فترة بالصوم أول يوم بالصوم الرماد اللي هو رمزية كتير حلوة هو دايما رمز للتوبة ورمز للموت رمز التوبة وأكيد بكتال مقدس مليان مناخد مثل علاية بينينا والملك وقت عمل التوبة قعد على الرماد وفترش الرماد وهو رمز الموت لأنه بس الأبونا يبارك اللي جاي يترمض بيقله اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى تراب تعود وكلمة الرماد هي جاي من العبران عفار وبالعربي عفار معناتها تراب ومعناتها كمان الرماد يعني كل شي بيحترق كل شي غبرة كل شي منو شي أساسي هاي اندغر يروح مش هناك الرماد هو بخلينا نرجع نفكر أنه نحنا بالنهاية حياتنا زائلة لو ما الله حط فيها منه نفخة حيات لو ما هو عطانا الحياة اللي فينا نحنا ما فينا شي مش هناك حياتنا صار إلا معنى لأنه الله حط فينا شي من ذاته نحنا على صورته ومثاله منبلش زمن الصان بالطوبة نرجع نحنا نتذكر أنه نحنا وقت بحياتنا منجمع كتير إشياء خارجية طيه يصير وجهنا وحياتنا مبينة بشكل معين بينما دخلنا ويلي هي صورة الله اللي فينا بعمق عميقنا مختلفة عن الشي اللي من بينه لبرا منصير عايشين بوجين إذا بدكم أو منصير مثل المرائم نحنا شي وجنا ببين شي تاني فرميد بيرجع بذكرنا أنه المقياج الخارجي هو ما إنه شي مهم الشي المهم هو الإنسان من جوا شو هو رميد بذكرنا أنه لازم نعمل توبة يعني لازم نغير طريقنا لازم نموت تنرجع نحيا من جديد ومع يسوع نتعلم ومنعيش ومتأكد أنه ما في موت بدون قيامة كل موت إذا متنام على المسيح بوصلنا على القيامة مش هناكي هيدا الرمز كتير مهم بتنين رميد هو بداية الصوم منبلش أنه نحنا نتذكر أنه نحنا مأخدين من الطراب وبالتالي حياتنا هيني كتير أنه تخلص بتعرف الطراب إذا واحد كمش كمش تطراب وكبه ما بيبقى فيها شي رميد هو الشي ما أنه بيبقى منه شي ما أنه شي أساسي بس يحترق رميد إذا منكبه بالهوى بيروح بيختفى حياتنا كلها سوا إذا ما فيه الله هيني كتير تختفى ما بيعد إلا معنا ما بيعد للعيمة مش هناك بها البداية بداية الصوم منفكر تلات محاور بحياتنا منفكر بعلاقتنا مع الله منفكر بعلاقتنا مع ذاتنا منفكر بعلاقتنا مع الآخرين ومسيرة الصوم هي تنرجع نشوف نحنا كيف بعلاقتنا مع الله مع ذاتنا ومع الآخرين غيرنا وجنا يعني صرنا نبين شي بينام بالواقع شي تاني أنا عمبيش حياتي مع الله بتبين كأنه حلوة بس إذا بفوت على أعمائي بيكتشف أنه علاقتي معه مش منيحة إذا علاقتي مع ذاتي أوقات بتبقى مخربطة فيها فوضى كتير بدي أرجع لذاتي واكتشف حقيقتي أنا كيف حياتي مثل ما هي علاقتي مع الآخرين أوقات من بره بتبقى كتير حلوة وحبيبة ويعين بس من فوت لجوة بلاقي أنه علاقتي مع الآخرين كتير مدمرة فهيدي الرماد بيرجع بذكرني أنه لا بدي أرجع لعمق أعمائي لجوة موت عن حالة خارجية تأكتشف ذاتي الداخلية أعرف حالة أنا كيفني مع الآخرين وخصوصي الله يلي هو الآخر المطلق كيفني مع ذاتي وبطل أتغرب عن ذاتي أرجع اتحد بذاتي وضبط علاقتي مع حالة وارجع ضبط علاقتي مع الآخرين تتكون هيدي مسيرة الصوم هي مسيرة صحيح فيها موت ولكن الموت المسيحي يلي كله رجع يلي بوصل على الإيامة فاليوم بتانين الرماد نحنا بنعمل هيد الوقفة تنرجع نتذكر وين كنا وين سرنا ولوين رايحين نحنا كنا أبناء الله بالمعمودية بخطيتنا خسرنا هالبنوة ببعدنا عن الله خسرنا هالبنوة بعلاقتنا مع الآخرين خسرنا هيد البنوة أوقات نرجع بنعمل طوبة عنهم كلهم سوا تنرجع نربح هالبنوة لأله ونرجع نتذبط علاقتنا مع الآخرين ونرجع عمق ذاتنا ونصل للموت وللأيامة إن شاء الله هيد الوقفة وهيد المسيرة تكون بالنسبة إلنا هي مسيرة رجع لأنه رجعنا مش بقوتنا نحنا ومش بإذرتنا نحنا رجعنا بأله يلي انتصر على موت في اللي فينا من خلال موته وعطانا حياته يلي فيه من خلال أيامته صوم مبارك على الجميع وإن شاء الله بداية هيدا الصوم يحملنا كل خير وبركة أمين